أعلنت وزارة الداخلية البدء في إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحق القرعة بمدريات الأمنة على مستوى الجمهورية وتبدأ القرعة خلال الفترة من السبت الموافقة 11 من مارس الجاري وحتى الأربعاء الموافقة 15 من الشهر النفسه تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصري بمناسبة اقتراب موسم الحق لعام 1444 هجرية 2023 ميلادية وتعلن عن البدء في إجراء القرعة العلنية للمتقدمين لحق القرعة بمدريات الأمنة على مستوى الجمهورية خلال الفترة من السبت الموافق 11 من مارس 2023 وحتى الأربعاء الموافق 15 من مارس الجاري وفقا للجدول الزمني التالي السبت 11 من مارس بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وأسوان والشرقية الأحد الثاني عشر من مارس بمحافظات مطروح الأقصر الدقاهلية ضمياط القليوبية الفيوم السنين الثالث عشر من مارس بمحافظات البحيرة قناة الغربية بورسعيد الوادي الجديد المينيا السلساء الرابع عشر من مارس بمحافظات كافر الشيخ المنوفية الإسماعيلية أسيوت بن سويف الأربعاء الخامس عشر من مارس بمحافظات جنوب سيناء السويس سوهاج شمال سيناء البحر الأحمر يمكن للمتقدمين حضور القرعة العلنية بنطاق مديريات الأمن أو الاستعلام عن نتائج القرعة من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية على الرقم التالي وكل عام وأنتم بخير الأقوال مول